يعني ككرة قدم اه يعني من احنا طبعا في البداية من اول البطولة احنا نقفين مع المنتخب المصري اوكي وقفين مع الجهاز الفني اوكي وقفين مع اللعيبة بشكل كويس جدا ماشي اوكي انما طبعا كرة لها حدود والملعب والتسعين ديئة لهم حدود برضو وبالتالي ما حدث اليوم كان منتظر اذا كان بكرة او بعد طبيعي جدا خرج المنتخب المصري تحليل اللي قلنا بقى رحانهم يسرمانون على الجهاز وتكلمنا على متخب جنوب افريقيا احنا اللي هما بره مش جهاز فني متعم وبالتالي لو تكلمت بقى على كل شيء هبدأ من بداية من الدولة اللي وفرت اموال ملاعب تنظيم مدأ سيارة جدا اربع شهور تعمل فيه بطولة اربعة وعشرين منتخب لاول مرة في تاريخ افريقيا ولا خطأ ولا شكوى ولا شكوى يعني احنا عندنا في القاهرة هنا اتنشر منتخب ما فيش شكوى واحد ولا الحمد لله اي حالة وده يحسب لتأمين الدولة والدولة نفسها الخطأ الوحيد يتحمله اشخاص اشخاص هم من يديروا كرة القادمة في مصر في كل شيء من مجاملات قبل البطولة وبعد كاس العالم من تعينات قبل البطولة وبعد كاس العالم من مشاكل في المعاسكرة تحملها الجهاز الادار اللي معينه الناس اللي موجودين في الاتحاد المصر لقرد القادمة وبالتالي لما تيجي دولة توفر لك كل شيء وانت على بلدك وارضك ودام جماهيرك ودام العالم بعد حفل افتتاح لم يحدث في تاريخ افريقيا بل يمكن تخطى حواجز كاس العالم تحرج الدولة بالشكل ده وقت لا لازم يكون في قرار والقرار ان من يعبس في مقدرات كرة القدم والمنظومة الكروية اللي هي صغيرة جدا بحجم الدولة المصرية مع الجماهير المصرية اللي يحصل النهاردة انت خسرتيني جماهيريا صح خسرتيني ماديا تحسبلك احسبلك اربع مبارات جايين في سابين الف متفارج قول في 250 جنيه تيكت مثلا يعني ملايين الدولة صرفتها عاوزاها جيبها من مين مني ولما حد يطلع يتكلم يقول لي اصل الجهاز الفني هو السبب في المشكلة لا طبعا من يدير كرة القدم المصرية في السنوات الاخيرة يتحمل كل شيء والدليل تكلمنا كلنا على معسكر كاس العالم كان بعض الاختاء لإدارية صح نفس الاشخاص هي هيها اللي بتدير نفس المعسكر في كاسة المافرقية لا ده مش طبيعي هناك مجاملات كثيرة جدا يعني انا مش عاوزة تكلم على كلمة فساد عشان كبيرة ولكن تحرج ان بعض الاشخاص الذين لا يعلمون مسئولية الدولة يحرج الدولة بهذي الشكل امام منتخبات افريقية اعقل منك كراويا لا لابد ان يكون هناك وقفة وحساب كبير لكل من هو مسئول عن الجهاز الفني وعن المتخب المصري وعن ادارة الكرة في مصر في خلال السنة اللي فات كلام ده مش كلام بقوله عشان اعمل به منشطات لا اتمنى من كل قلبي ان يكون في كشف حساب ما عليك وما عليك انا ديتك كل شيء ووفرت لك كل شيء اعملت لك كل شيء عارف هما لو كانوا وصلوا النهاية هما عارفهم لو وصلوا النهاية او كسب البطولة كانوا هما الكسبانين وهم اللي منظمين البطولة وهم اللي جايبين المتخب وهم اللي جايبين الجهاز الفني لما نخرج دلوقتي يجي يقول لك ده المشكلة موجودة عند اللعيبة وعند جهاز الفني لايه رئيس بعد اذنك يعني مشكلة عندك انت من الاول وبالتالي ما تجيش تنسب الفشل لمجموعة لعيبة وجهاز فني ولما تجي تتكلم على النجاح تقولي أنا لا طبعا أنت تتحمل عند الخسارة زي ما تتكلم على الخسارة تتكلم على النجاح دي وجهة نظري في المحل نحن لازم نحافظ على لعابتنا يا كابتن بطبع يعني العيبة دي هي رأس مالنا نحافظ على لعابتنا لأن هي النواة لأن إنت وإحنا خلاص نهاية الكون نهاية الكون ما خلستش النهاردة بخروج منتخب مال أنت عندك هتستضيف في شهر 11 دور المجمعات لتأهل لأولمبياد بكين بعد كده خلاص داخل على تصفيات كاس عالم فلازم تحافظ على الهيكل في أخطاء في أخطاء في حاجات كتير في حاجات كتير مش مسؤوليتنا ومشي إحنا اللي هنحاسب لكن في ناس هتحاسب دي الجزئية بس أنا طبعا لا لعابة ولا جائس فني مليش حالا قبيم خالص وإحنا آه دولة كمصر فيها الإمكانيات دي كلها ما تيجي تقولي داخل على تصفيات كاس عالم إيه يعني داخل على تصفيات أولمبيا إيه يعني مفيش مشاكل خالص خالص كم كبير جدا من الدول على مستوى العالم خسرت والناس اللي موجودين على الاتحاد أعلنوا استقلتهم في ساعتها البرازيل في كاس العالم خسرت على أرضها من ألمانيا سبعة دوري استحاد مش معنا مش أنا يعني مليش إن أنا أتكلم في الحاجات دي